الجديد من پریزنتيشن تيوب ريكوردر بيرجان فور ده الموقع برزنتيشن تيوب بدي الیوزرز بروفايلز الكتير اللي بيستخدمه برزنتيشن تيوب هنروح على ريكورد ريكورد دي الیوزر انترفيس الجديدة الخاصة ببرزنتيشن تيوب ريكوردر زي ما حشوفها حالا هنروح على دولود اللايد اللي هي كليك على وحنعمل او النسخة المضغوطة اللي هي في بعد اللي هي هتنزل عندنا على بعد هنفتحها مباشرة الوزر انترفيس البسيطة المين مينو الوبن سلايه start recording pausing اقاف معقد stop recording play بعد ما تخلص تسجيل بتعمل reviewing the video وclick to upload directly to the websites المينو السفليه اللي هي the slide control next previous last first will annotations tools هنا markers erasers بالاضافة للتحكم في presentations and to present slide only او full screen camera او cam beside slide camera بجانب الشريحة او الكاميرا over slide زي ما احنا هشوف وال full screen recording او disc top recording ننتقل لل left hand menu هنا في resolution ودي الاول مرة بيبتدي نسجل في different video resolution من اللي هو 450 pixels الى 4k ultra HD 3840 by 2160 ودي طبعا في ال pro version هنا الكاميرا on off بنختار الكاميرا اللي احنا عايزينا وهنا ال audio settings مختلفة ازر options لانك انت تعمل recording مع 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 او او ال hot spots around the mouse cursor animate the clicks and so on اكي بتاع نعمل كده اه test بسيط هنعمل opening للسلايه اللي هي موجودة عندي على اه ال desktop click على open slide okay اهو احبت على ال slides دي هابص على اه status bar التحت بعمل processingly the slides so i am alone importing directly into presentation tube recorders okay other slides one to six okay you can test يعني the slides oh okay my slides okay اه يفترض ان انا اضبط الصوت قبل ما ابتدي اعمل اي حاجة ارفع ال audio level طيب if you need to try the camera switch turn it on or off اهو loading الكاميرا اهو طبعا عندي كاميرا virtual camera اللي هي عندي اللي هي ال live cam فيفترض ان صورتك تظهر في المساحة دي او انا اعمل لها off مرة تاني ادي هذه الكاميرا لو انا عندي الكاميرا انا عملت لها off اعمل لها on تاني اهو ادي الكاميرا beside the slides او الكاميرا over slides وفي ال versions الاخيرة ممكن تتحركها في المكان اللي انت اه عايزه على ال slides بعد بداية التسجيل ممكن تعمل recording لل full screen هنرجع لل slides only ودل audio هنخلي options دي زي ما هون ابتدي نعمل triangle ال recording click على start ابتدي نعمل recording ال slides هو countdown انا بعمل annotations كده لل slides no machine okay slide اللي بعدها okay slide اللي بعدها لو انا عايز اخلي الكاميرا beside the slides ودي صورت هنا ظهرة في ال virtual camera دي ارجعها تاني slide only اللي بعدها click على screen هنه هيعمل recording لل full screen ال full screen without recorder اه بعمل pausing او stop هنا لما انتهي اعوقف هنا okay بعمل processing للفيديو حاليا بيقول لي ايه هي الفرمات اللي عايز تحفظه فيها WMV و ASF انا احفظه في ASF اللي عرفها على presentation tube هسميه test 10 على desktop that's it click على upload او اروح للموقع presentation tube وبتدي ارفع الفيديو ده اروح على موقع presentation tube و اروح على upload هو وده ال uploader الجديد اللي هو اسرع و اقوى في الرفق select video اللي انا لسه حفظه اهو test 10 اوكي uploading منتظر للنهاية حيخذني مباشرة للفيديو update اه titles descriptions so on your name على عصادي presentation title testing 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 معلومات دي مهمة جدا للفيديو في و publish خلاص كده الفيديو نشر ودخل على my video لو انا عاوز اشاهده وقليك على ويمكن مشاهدة الفيديو مباشرة بعد الprocessing بتمنى ان الاصدار الاخير من presentation tube version 4 اعجبكم ان شاء الله شكرا 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 شكرا